تعذيب وتنكيل يفوق الخيال بهذه الكلمات وصف المحامي خالد محاجنة ما يمر به الأسرى الفلسطينيون في معتقل بقاعدة ازديتيمان العسكرية بصحراء النقب معتقل استحدث عقب بدء العدوان على غزة محاجنة أول محام يدخله روى للتلفزيون العربي ما يتعرض له المعتقلون داخله من ظروف قاسية انتهاكات وحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية الحديث يدور عن معتقل هو معسكر الجنود الإسرائيلي والجيش الإسرائيلي محتجز فيه أكثر من ألف معتقل فلسطيني من قطاع غزة هم محتجزين في عمليا براكيات أربع براكيات هناك موجودة داخل المعسكر محتجز فيها أكثر من 100 إلى 150 معتقل في كل براكية وينامون على الأرض بدون أغطية بدون عمليا أي وسادات لنوع عليها أحد هؤلاء المعتقلين محمد عرب الذي كان يعمل صحافيا متعاونا مع التلفزيون العربي في تغطية العدوان شمالية قطاع غزة اعتقل في مارس الماضي وجهت له تهمة غامضة الحاكم باللغة العربية المكسرة قام بشرح لمحمد أنك معتقل حتى وقت غير محدد حتى انتهاء الإجراءات عمليا بشكل عام ولا يعرف محمد ما هذه الإجراءات عمليا ضده والتهمة هو الانتماء للتنظيم غير معروف وشدد القاضي للتنظيم غير معروف حاول محمد خلال المحكمة الاستفسار بالنفسه عن ما هو ما طبيعة هذا التنظيم ما هو ما تعرف هذا التنظيم لم يكن هناك إجابة واضحة من قبل القاضي أو وحدات التحقيق وخلال أكثر من مئة يوم من اعتقاله فأن حاله كحال باقي الأسرى قيود حديدية لا تفك وعيون معصوبة طوال الوقت وعزل عن العالم الخارجي تمعن إسرائيل في الانتقام منهم لأنهم من قطاع غزة يؤكد محاجنا محمد أسوة بباقي المعتقلين مقيدي اليدين 24 ساعة ومعصوبي الأعين 24 ساعة وينامون وهم معصوبي الأعين بدون عمليا فك القيود فالقيود الحديدية التي بيد محمد هي منذ أكثر من مئة يوم ولم تفك نهائيا فقط عند الاستحمام يخرج الاستحمام دقيقة واحدة يسمح لكل أسير فلسطيني معتقل في سديتيمان للاستحمام دقيقة واحدة كل أسير يتخطى هذه الدقيقة يتم معاقبته ويتم الاعتداء عليه بشكل جدا صعب وفضيع سبق أن وثقت الانتهاكات داخل هذا المعتقل تقارير إعلامية منها ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز الصحيفة نقلت عن ضباط إسرائيليين في القاعدة العسكرية قولهم إن خمسة وثلاثين فلسطينيا استشهدوا داخل المعتقل أو بعد نقلهم إلى المستشفيات المدنية منذ السابع من أكتوبر وأمام هذا الكم الهائل من الانتهاكات تقف المؤسسات الدولية عاجزة عن وضع حد لها